يقول هل يؤجر الرجل لصبره على زوجته عندي زوجة تؤذيني وتجرحني بالكلام والمعاملة كثيرا ولا تحسن معاملتي وتقصر معي وأنا دائما أتحمل وأضع أعذار وأغضي الطرفي أحافظ على بيتي وأبنائي وأنا والله ممقصر في مسؤولياتي تجاه بيتي إذا جيت أعاتبها أو أحدثها أصبحت ضدي وصلت للمرحلة لا أريد أن أعاتب أريد فقط الراحة النفسية أخشى أن أتعب وينفذ صبري هل من نصيحة وحتى إذا طلبت منها شيء تجادلني ولا تسمع كلامي إلا بعد جدال إلى آخر ما ذكر قال أنا لا أريد أن أخرب بيتي ما هي النصيحة عبد الله من الإمارات بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك أولا لا بد أن نعلم قاعدة وهي أن الحياة الزوجية إذا لم تقم على المعاشرة بالمعروف فإنها سبيل إلى الانهيار ولذلك الله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فكما أن الرجل مطالب أن يعاشر امرأته بالمعروف وأن يؤدي لها الحقوق وأن يوفر لها الحضوض كذلك المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بالمعروف ولا يجوز لها أن تؤذي زوجها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه بيّن أن للمرأة حقوقا كذلك للرجل بل إن الله تعالى قال الرجال قوّمون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله نبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وأطاعت زوجها قيل الله هدخلي من أي أبواب الجنة شئتي ويقول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في مسألة احترام الزوجة لزوجها وعدم إيذائه وعندنا قاعدة عامة يعني الأصل المسلم لا يجوز له أن يوصل الأذية إلى الآخرين ولا يجوز له أن يعني يحدث نفسه بالشر والأذية قل جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبينة النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أذية الناس والإضرار بهم وأن من ضر أحدا الله عز وجل سلط عليه ضررا عظيما لهذه المرأة عليها أن تتق الله وأن تخاف الله وكونك أنت الآن جزاك الله خير حريص على يعني بقاء البيت وعدم انهياره وهدمه وكسره تؤجر على هذا أجر عظيم تؤجر على هذا أجر عظيم ولهذا أخي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام قال فتنة الرجل في بيته وأهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام كذلك فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن تكثر من الصلاة أكثر من الصلاة يعني أكثر من قيام الليل صلاة الضحى مثلا بمعنى النفل المطلق أنا لا أتكلم على النفل المقيل ولا أتكلم على الفرائض بل النفل المطلق فإن هذه كفارة لك كذلك ما يتعلق بالصيام الاثنين والخميس والأيام البيض كذلك الصدق الصدقة تدفع عنك بلاء كبير ولا تنسى الدعاء لزوجتك لا تنسى الدعاء لها بالهداية وصبرك هذا العظيم لا شك بأنك تؤجر عليه بارك الله فيك لكن الخوف على من الخوف على زوجتك لأنها للأسف الشديد مؤذية وتؤذيك وأنت كما ذكرت والعهد عليك بأنك قائم بالحقوق والواجبات وحريص على أهلك الآن تريد فقط السلامة كما ذكرت لا تريد النقاش ولا الجدال تريد أن تعيش بالسلام طيب إلى متى المرأة تستمر فيها هل سامحني أقول هذا الكلام امرأتك تظن بأن هذا ضعف منك مثلا يعني بعض النساء تعتقد بأن صبر الزوج تفسر بأنه ضعف ولذلك هي تستمر هذا الشيء وتستمر في إيذاء الزوج وهذا غلط يعني صبر الأزواج لا يعني ضعفا وإنما الزوج حكم عقله ونحى عاطفته وحريص على أن يبقي البيت لأنه نظر إلى المآلات المآلات سيئة وأول الضحايا هذه المرأة لكن ما تدري فإذا كانت امرأتك فهمت هذا أفهمها أفهمها بأن هذا ليس ضعف وممكن يا أخي عبدالله تمارس بعض التأديب حتى تفهم أنك أنت لست بضعيف لأن الله تعالى أذن بذلك يقول جل وعلا وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَاعِظُهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلًا إن الله كان عليًا كبيرًا ولهذا ممكن أنك تظهر لها شيء حتى تبعث لها رسالة معينة بأن انتبهي صبري وحلمي وأناتي هذا لا يجعلك تفهمين أني أنا ضعيف أو هي تستمر في هذا الطريق أنت بهذا أنت توصل النفع لها لأن استمراريتها هي في إثم خطيئة وذنب ومعرض نفسها لعقوبة الله عز وجل فلابد أن تفهم هذا الشيء هم إذا كانت المرأة تمر بظروف نفسية بظروف كذا وكانت المسألة مؤقتة تصبر عليها بارك الله فيك لكن استمراريتها بالأذية وسوء الخلق أنا لا أنصحك بالبقاء معها إن وردت أحاديث تسجر عن مثل هذا أن الرجل الذي عنده امرأة سيئة الخلق يعني مثل حالتك سامحني تريد أن تذوق طعم الراحة لا تجد لا تجد طعم الراحة كيف تصبر على هذه المرأة وكيف يعني ترضى والله لو بدلت أموال الدنيا على أن تتخلص من هذه المرأة هذا قليل قليل ولذلك بعض الناس الآن يبتل أن يسأل الله العافية حتى ما يرفع له دعاء ما يرفع له دعاء لأن رضي بمرأة سيئة بمرأة سيئة الخلق حنانة منانة واللاجة متسخطة لا تعرف حق لزوج ولا لأهل الزوج من يقبل بمثل هذه من يقبل بمثل هذه وذلك أنت إذا وصلت إلى مرحلة ونتيجة بأن المرأة هذه ما عندها يعني استعداد أن تتغير لا خير فيها و أنا أقول هذا كلام عام كونك أنت تبقيها أو ما تبقيها هذا شأنك أنت لكن أنا أتحدث معك في خصوص الجانب الشرعي إذا والله تأقلمت وتشبعت بهذه المشاكل وأصبح عندك الأمر طبيعي ما يمثل عندك شيء الله يقويك ويعينك وإن شاء الله على أجر لكن إذا اعتقت بأنه فعلا يعني هذا الأمر ما له نهاية ليس له نهاية وهي معك دائما يعني تترقى في الشر بالعياذ بالله كيف تصبر عليه أسأل الله تعالى يحفظك لكن عموما أنت على خير قليل من الرجال الذي يصبر مثل الصبر الذي أنت عليه ولكن أنا أنصحك بأن توصل لها رسالة الرسالة هذه من خلال تصرف عملي وليس تصرف والعملي ترجع إلى القرآن والتي تخافون نشوزهن فعظهن الوعظ كلام مصحوب زجر وهجروهن في المضاجع توليها ظهرك ولا تعطيها حقوق الفراش حتى تتأدب واضربوهن بإجماع العلماء على أن الضرب ما يكون مبرح وهذا ليس على الوجوب هذا ليس على الوجوب وإنما هذا أنت الذي تقدره بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر